بس اسمحوا لي قبل ما ندخل في كل تفاصيل حلقات النهاردة واخبارنا لانه يمكن فيه كلام كتير جدا وحضراتكم متبين طبعا احنا الفرقة في حالة راحة سلبية ترجع ان شاء الله تتمرن مرة تانية وتستعد بقى لمباراة انا بشوفها الاصعب في الموسم ده والمباراة الاكتر اهمية يعني انا بشوف تتفق تختلفوا معايا سمعوني صدكم لكن انا بشوف انه مطش الترجي في تونس هو اصعب مطش للاهلي الموسم الحالي اصعب من النهائي حتى ليه بقول كده لانه نتيجة المباراة دي تحدد بشكل كبير جدا او يتوقف عليها طبعا وصلنا للمباراة النهائية وده هدف حد ذاته في منتعة الاهمية مهم جدا انك توصل للنهائي ومهم جدا انك انت تحسم المواجهة دي مع الترجي في تونس يعني مباراة الزهاب في تونس لو قدرنا نعمل نتيجة ايجابية ان شاء الله انا تمناها فوز زي ما عملنا في قبل النهائي في النجمة التاسعة كده مع الودات في المغرب ان شاء الله باذن الله لو حسمت بنتيجة ايجابية فوز او على اسوأ تقدير تعادل ايجابي اعتقد انك انت قطعت مشوار كبير جدا في ما يتعلق بالوصول للنهائي ليه بشوفها الاصعب لانه الترجي وده بقى جرس الانزار اللي هتكلم فيه النهاردة في الحلقة الترجي فريق كبير وكلام كتير جدا بيتقال عن انه الترجي مش في مستوى وانه التشكيلة الحالية مش هي نفس التشكيلة اللي لعبت قبل كده واللي وصلت نهائي وحققت البطولة كلام كتير جدا بيتقال انا الحقيقة مش حابب اسمعه ومش حابب ومش شايف انه ده توقيت مناسب على الاطلاق